بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نحكي عن نظام التشغيل ورح نخص بالذكر نظام التشغيل دوس نظام التشغيل دوس هو اختصار لجملة Disk Operating System هو عبارة عن نظام التشغيل تم عمله لإدارة الأقراص كان من زمان عشان أشغل الكمبيوتر لازم أحضف Lobby Desk عشان يشتغل كان الهاردسك اختياري تم عمل نظام التشغيل هاد بمسطة Tim Patterson في بداية الثمانينات وشركة مايكروسوفت شرته منه واعتمدته وتم بناء نظام التشغيل ويندوز على هذا النظام فرح تشوفوا أنه من خلال نظام التشغيل ويندوز بقدر أشتغل على نظام التشغيل دوس هو النظام التشغيل باعتمد على الواجهة النصية بمعنى بدون فهرة بس بكتب بالكيبورد شاشة سوداء والخط لأنه أبيض وبكتب على الكيبورد الأوامر اللي بدي إياهم وبتم تنفيذهم المبدأ اللي باعتمد عليه النظام Single User Single Task ما فيش مشاركة بالمستخدمين ولما أشغل البرامج بس بشتغل عليه لحالا ما في مجال أشغل 3-4 برامج بنفس الوقت من من زي النظام بيأمن عملية استخدام الموارد في المستخدم بيدير الحاسب بدون ما يخوض بالتفاصيل التقنية للCPU ولا للرام ولا للهاردسك ولا للأي شي ثاني هذا النظام بيدير الملفات وبينظمهم بحط أدلة وملفات بطريقة مرتبة بيسهل على اليوزر أن ينشئ ملفات أو مجلدات أو يحذفهم أو يعدل عليهم عمليات الInput والOutput بيديرها بكفاءة بيدير يشغل برامج وهذا النظام بيحمل البرنامج من الهاردسك للذاكرة عشان يتنفذ وكمان بيدير الرام وهي الذاكرة وبيدير المرامج المحملة على هذه الذاكرة ويوبو في البداية كان اسم الملف 8 حروف على الأكثر ما في مجال أسمي الملف بأكثر من 8 حروف في الإصدارات اللاحقة تم التغلب عليهم وصال في مجال أسمي الملف بأكثر من 8 حروف بشغل برنامج واحد في نفس الوقت ما في مجال أنه أعمل مشاركة مهام أنه أشغل برنامجين أو 3 بنفس الوقت على Windows بقدر أشغل الإنترنت والWord والإكسل أشغل فيلم بنفس الوقت لكن في DOS ما بقدر أشغل غير برنامج واحد إذا بحضر فيلم ما بقدر أشغل الWord إذا شغلت برنامج للنصوص ما بقدر أشغل برنامج تاني لأنه نظام عبارة عن أوامر نصية فإذا أنا أخطأت بحرف معين بكلمة معينة بطريقة طباعة الأمر بعطيني خطأ لازم أكون متمكن من البرنامج بتعرف بس على نظام الفات وهو نظام جدولة ملفات ما بتعرف على أي هاردسك أكثر من 4 جيجا علشان أشتغل عليه لازم أحفظ الأوامر اللي بدأ أشتغل فيهم وما أغلط في تهجئتهم أوامر نظام التشغيل نظام التشغيل دوس في نوعين من الأوامر الأوامر الداخلية هي الأوامر بتكون محملة في الرام بمعنى بأي مكان بادر أشغلها بدون أي مشكلة والأوامر الخارجية ما بينفع أشغلها مباشرة لازم أروح على مكان تشغيل الأمر وأشغله من هناك ما بينفع أشغله من أي مكان معظم الأوامر اللي رح ناخدهم ناخلية إذا أغلنا أي أوامر خارجية بذكركم ياهم ونشوف كيف منشغلهم كيف ممكن شغل نظام تشغيل دوس لو فتحت على إبدأ في الويندوز عشرة بنزل لعند ويندوز سيستم وشغل الكوماند برومت إذا ما أبدأ شغلهم بقدر شغل السيرج واكتب سي أم دي بفتح للكوماند برومت لو كبس تأنتر بفتح للنظام إذا كنتوا تشغالين على ويندوز أقدم ممكن تلاقوا الأمر هاد موجود في في قائمة ويندوز ولي بروغرامز بنروح على إشي اسمه أكسيسوريز مش ويندوز أكسيسوريز بنروح على إشي اسمه أكسيسوري وجوباته بنلاقي الكوماند برومت الآن بدأ أكبر الشاشة وأبدأ أتعرف على البرنامج فلاحظ إنه هون فتح لي البرنامج حطي لي نسخة الويندوز ولأنه الويندوز مبني على الدوز ففي مجال أشتغل على أوامر الدوز هون بلاحظ إنه هون كتب لي سي نقطتين باكسلاش وبلاحظ إنه الباكسلاش مش القسمة الشرطة الثانية يوزرز باكسلاش على أكبر وبعدها في المؤشر المؤشر هون مكان ما بكتب الأوامر فبعدها أكتب أي أوامر بدي إياها إذا كبست انتر بنفذ الأمر اللي بدي إياه إذا الأمر مش معروف أو أنا أخطأت في تهجيعته بعطيني هاي الرسالة باكتبه الأمر is not recognized as an internal or external command هذا الأمر مش معرف لاه داخلي وله خارجي وله برنامج نتعرف على السطر هاد السي نقطتين معناته محرك الأقراص في مجال أروح على الدي أروح على الإي حسب محركات الأقراص اللي عندي لو حطت فلاشة بروح على الرمز تبعها مباشرة النقطتين بتميز محرك الأقراص الbackslash بتميز المجلدات ففي عندي هون مجلد مجلد ففي عندي مجلد اسمه users داخله مجلد اسمه على الأكبر معناته أنا لما بدي أنفذ الأمر هاد بنفذه وأنا داخل مجلد على في مجال أنتقل من مجلد لمجلد وهذا الحكير رحنا أخذه لو بدي أروح لمحرك أقراص ثاني بكتب اسم محرك الأقراص ونقطتين إذا كتبت اسم محرك الأقراص ونقطتين وكبسة انتر بروح على محرك الأقراص فبلاحظ أني أنا انتقلت من السي للدي إذا في عندي اي بيمكني أكتب اي نقطتين انتر بروح على اي لو بدي أرجع للسي بكبس سي نقطتين انتر بروح على السي وبلاحظ لأنني أنا كنت في السي في مجلدات برجع على نفس المجلدات اللي كنت عليهم لو بدي أخرج مستوى واحد من المجلدات بمعنى أنا موجود جواة على بدي أخرج لا يوزرز فبكتب سي دي والسي دي اختصار لا تشينج دايركتوري غير المجلد اللي انت فيه إذا قلت له سي دي ونقطتين معنات أخرج مستوى واحد لفوق لو كبس سي انتر بلاحظ أنا خرجت من مجلد علاء للمجلد يوزر خرجت مستوى واحد للأعلى لو كتبت سي دي نقطتين كبس سي انتر بخرج للسي لو بدي أفوت على المجلد اليوزرز الموجود على السي اللي كنت فيه بكتب سي دي فراغ وبكتب اسم المجلد اللي أنا بدي أفوت عليه المجلد هو يوزرز بكبس انتر فأنا أفوت على المجلد يوزرز لو بدي أفوت على علاء بكتب سي دي فراغ علاء بكبس انتر فأنا أفوت على المجلد الي هو علاء مرة ثانية بدي أخرج مستوى واحد CD ممكن تحطوا فراغ ممكن ما تحطوش بحط نقطتين وبكبس انتر بخرج مستوى واحد لأعلى بكتب CD ويمكن أحط فراغ أو ما حطوش وبكتب نقطتين وبكبس انتر فأنا خرجت مستوى واحد لأعلى لما بدي أفوت بكتب CD بحط أسم المجلد وبكبس انتر إذا أنا غلطت في أسم المجلد هو Users وأنا كتبت يوزر كبست انتر بعطيني رسالة خطأ إنه هذا الملف مش شايفه فأنا ما معرفه فأنا بدي أفوت على يوزر بقول له CD يوزر وبكبس انتر فأنا فوتت على يوزر بدي أفوت على على نفس الفكرة CD فراغ على وانتر فوتت عليه لو بدي أرجع مستويين لأورها بدلا ما أكتب cd نقطتين cd نقطتين في مجال أكتب cd نقطتين backslash نقطتين هذا الكلام شو بيعمل برجع مستوى تينين فأنا برجع مستويين للخلف فحطت نقطتين backslash نقطتين برجع مستويين لو بدي تلت مستويات بحط نقطتين backslash نقطتين backslash نقطتين لو كبست انتر فخرجت مستويين للخلف لو بدي أفوت مباشرة على على بقول له cd فراغ users واتفقنا أنه backslash بتحدد المجلدات فبكتب backslash وبكتب على enter فوتوة عليه مرة ثانية علشان أرجع مستويين أو أكثر بقول له cd نقطتين backslash نقطتين فأنا برجع مستويين للخلف لو بدي أفوت على مجلدين أو أكثر بحط cd بكتب اسم المجلد الأول backslash بحط اسم المجلد الثاني بحط backslash بحط اسم المجلد الثالث وهكذا فأنا بدي أفوت عن مجلدين بروح عليهم أنا في عندي مجلد اسمه windows جنب users فعشان أروح عليه لازم أخرج مستوى تينين وبعدين أرد أفوت على windows فبقدر أقول له cd ممكن أحط فراغ ممكن لا نقطتين backslash نقطتين backslash windows هيك شو أعمل خرج مستوى واحد لعند users تعني مستوى لعند c بعدين من c فات على windows لو كبست enter فوت عليه لو بدي من الويندوز أروح على على cd فراغ نقطتين backslash هلأ أنا أخرج للc فمنه بفوت على users backslash على إذا عارف المجلدات بقدر أنتقر من أي مجلد لأي مجلد بسهولة لو كبست enter بروح على على لو أنا بدي أخرج على c مباشرة بدون ما أحط نقطتين backslash نقطتين backslash بغض النظر على أكم مستوى أنا فائد ممكن أكون فائد على مستوى 22 عشر عشر مش مشكلة أقول له cd backslash يعني إرجع على c مباشرة لو كبست enter بروح على c مباشرة خلينا أفوت مرة تانية على users بقول له cd users backslash على enter لو منه بد أفوت على windows الموجود على c مباشرة ما بد أحط نقطتين backslash نقطتين بقول له cd أخرج ل c مباشرة لما حطيت backslash مباشرة ومن c رح لي على windows لو كبست enter هو راح من c لل windows بغض النظر أكمل مستوى الرجاء من المجلدات لو بدأ أروح على users بقول له cd backslash users backslash على وبكبست enter فأنا بقدر أروح علي بهاي الصورة أنا تنقلت من مجلد لمجلد لو شفت المجلدات اللي عندي على c هي users هي على أنا كنت في هاي المنطقة اللي هون كنت أخرج لعندي c ومن c أروح لل windows وبادر أشتغل المجلدات اللي هون خلينا نلخص الأمر cd cd اختصار لجملة change directory نستخدم هذا الانتقال بين المجلدات لو حطيت cd فراغ abc بروح للمجلد abc الموجود في المجلد الحالي لو قلت له cd abc backslash def بانتقال للمجلد def الموجود في المجلد abc الموجود في المجلد الحالي لو حطيت cd نقطتين بخرج لمستوى واحد للأعلى لو حطيت cd نقطتين backslash نقطتين بانتقال لمستويين لو حطيت cd backslash بانتقال لمحرك الأقراص مباشرة بغض النظر أنوين موجود على c ولا على d ولو حطيت cd backslash واسم المجلد بانتقال المجلد اللي هو abc الموجود مباشرة على محرك الأقراص بإمكاني هيك أنتقل من مجلد لمجلد زي ما بدي باتمنى هذا الكلام تتدربوا عليه في البيت على كمبيوتركم تفوتوا على command prompt وتفوتوا من مجلد لمجلد بإمكانكم تفتحوا المستكشف هون وتشوفوا عندكم فرضا على c شوفوا مجلد أو على d وتنتقلوا بيناتهم رح نأخذ بعدين كيف أشوف الملفات والمجلد الموجودين عندي كيف أشغلهم كيف أعمل مجلد كيف أحذف المجلد وهل مجر يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر